اخبار اليوم اما عن دور الشباب للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الامر هنا لم يختلف كثيرا عن باقي مناطق القاهرة بانطلاق حملات الدعاية الغير قوية مقارنة باعداد المرشحين ومن هنا يرى مراقبون ان ضعف الدعاية الانتخابية اخذوا العوامل التي تأتي باقبال ضعيف لادلاء المصريين باصواتهم في الانتخابات البرلمانية مصطفى سعد اخبار اليوم